إذا صلى المسلم صلاة الفجر في المسجد ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس فهل يصلى الركعتين في المسجد أم في المنزل وهل نقول عنها بأنهما ركعتين الضحى يصليها في المسجد في مكانه قبل أن ينصرف يبقى في مكانه الذي صلى فيه فإذا ارتفعت الشمس صلى ركعتين ثم انصرف إلى عمله أو إلى أهله ولا يؤخرهما إلى البيت وهاتان الركعتين تعتبران من صلاة الضحى تعتبران من صلاة الضحى لأن صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس إلى عند قيام الشمس قبل الظهر كل هذا وقت لصلاة الضحى فإذا صلى من أول الوقت ركعتين فإن هذا يعتبر من صلاة الضحى لأن صلاة الضحى أقلها ركعتين وأكثرها ثمانية ركعات